بسم الله الرحمن الرحيم هنا سؤال شيخنا بارك الله فيك وأحسن إليك ما معنى حسن الخاتمة أخواني في الله حسن الخاتمة باختصار هو أن يكون أفضل أعمالك في الحياة الدنيا التي تتقرب بها إلى الله فعلتها في آخر حياتك فبالتالي حسن الخاتمة يختلف من شخص إلى آخر وهناك شيء اسمه علامات حسن الخاتمة أي أنه يموت على هيئة معينة فمنهم من يتمنى أن يموت وهو يصلي فهذه علامة حسن الخاتمة وهو يعتبر أن هذا الحال أحسن الأحوال في الحياة الدنيا الشيخ بن عثيمين رحمه الله كان يتمنى أن يموت وهو يدرس الناس فعندما أصيب بالمرض الخطير والشديد ودخل المستشفى وظهرت أمارات الموت عليه قال لي طلب عندكم قال ما طلبك قال أن أدرس في المسجد الحرام وكانت وكانت الدنيا رمضان في العشر الأواخر طب يا شيخ أنت محاط بالأجهزة قال هذا طلبي فاستجاب كادر الأطباء للشيخ بن عثيمين ونقلوا أجهزة العلاج مع الشيخ إلى المسجد الحرام والشيخ ما كاد يبتدئ التدريس حتى بك الجميع فاللسان الحال كان أدل من لسان المقال وتكلم بكلام يسير ثم رجع إلى المستشفى وبعد أيامات رحمة الله فبالتالي انظر كيف تريد حسن الخاتمة ما هي الأعمال التي تتقرب بها إلى الله وتكون هي أحب الأعمال إلى الله وتكون هي آخر حياتك وبعض الناس يعكس يا جماعة بعض الناس يعكس يكون اللهم بارك يبتدئ بطلب العلم والعبادة وتطبيق ما يعلم وحفظ القرآن والإخبال على السنة ثم بعدما يكبر ينشغل بالدنيا يقول مثلا أريد أن أجمع مالا لأولادي أريد أن أدرس أولادي هذه أولادك أهلكوك قابلني أحدهم وقد تجاوز السبين وعلمت أنه ورث مئة ألف دينار أردني وكانت تظهر علي علامات الصلاح أو قارب السبين فقال فقلت له والله خير لك بهذه المئة ألف أنت ابني مسجد قالت أولادي هذا يعمل وذاك عنده شقة وذاك عندك بيت خلاص قال أولادي أولادك إيش أولادك فإذا به يعني على كل حال لم يستفد من نصيحة فبالتالي فكر في أرجع عمل تعمله في آخر حياتك هذه حسن الخاتب كلام طويل جدا ترجمة نانسي وعينة اشتركوا في القناة